السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايما لما كنت بعمل أفلام تسجيلية عن الإسلام كان المسلمين في الدول العربية بيلوموني لإني مش بركز قوي على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لأنه لما بعرض الإسلام بعرض الإعجاز العلمي في حتة صغيرة كده يعني مثلاً ليا فيلم تسجيلي صورته كان اسمه الإسلام بإيجاز كنت بعرض فيه أقسام الإيمان الستة أركان الإسلام الخامسة وفي الجزئية بتاعت الإيمان بالكتب في أقسام الإيمان الستة باتكلم عن القرآن الكريم وأنا باتكلم عن القرآن الكريم باتكلم في مساحة قصيرة قوي في الفيلم عن ظاهرة الإعجاز العلمي في بعض الآيات وبضرب ثلاث أمثلة أربع أمثل فمن الساعة وربع بتوع الفيلم أنا بتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن دقائق قليلة جداً وده ما كانش بيعجب ناس كتير وكانوا دايماً يقولولي إنه ليه انت مش بتركز على الإعجاز العلمي لأن ده هيجيب أثر جيد مع المشاهد الغربي لأن المشاهد الغربي إنسان مادي ومفتاح قلوب الغربيين ومفتاح عقول الغربيين هو الأدلة المادية فالأدلة المادية هتجيب نتيجة والتوقنع الغربيين بالإسلام الكلام ده غلط قلت للناس الإنسان المادي يحتاج روحانيات لأنه بيعاني من الخواء الروحي فلما نتكلمه بطريقة روحانية ناصل أسرع لقلبه المعجزات المادية مش دايماً كانت بتجيب نتيجة قوية عندنا مثلاً عصى موسى تحولت إلى حية تسعة وابتلعت العصي والحبال بتاعت السحرة لم يؤمن إلى السحرة بينما فرعون والناس اللي شافوها وشاهدوا المباراة لبين موسى عليه السلام والسحرة لم يؤمن بني إسرائيل حضروا وشافوا بعنيهم أكبر معجزة في تاريخ البشرية عصى موسى بتفلق البحر نصين وبيصبح كله فرق كالطوض العظيم كانهم جبلين من الميل وبيعدوا وبعدين بعد ما عبروا بيعبر أكبر جيش في العالم يوازي النهاردة جيش أمريكا مصر وقتها كانت القوى العظمة مش قوى مديونة لا كانت القوى العظمة شافوا بعنيهم البحر بينطبق على فرعون وجيشه وبيغرقوا ومع ذلك قبل ما رجلهم تلحقتين شاف كانوا عاملين صنم على شكل عجله وبيعبدوه فمين قال إن الناس الماديين المعجزات المادية هي اللي هتجيب نتيجة معهم كانت مش طحية بالعكس الماديين بيعانوا من الفراغ الروحي قم لهذا الفراغ اللي حصل إن العالم كله شاف الفلسطينيين بيموت ولادهم وفلذات أكبدهم وبيقولوا الحمد لله شافوا معنى الرضا شافوا معنى الإيمان بالقضاء والقدر شافوا مزيع الجزيرة وقل الدحدوح لما المنزل اللي كانت فيه أسرته قصف وماتت في القصف زوجته وابنه وبنته وحفيده ابنه كان عنده 16 سنة بنته 6 سنوات حفيده 45 يوم لغير زوجته العالم كله شاف هو بيقول معلش كله فدى فلسطين مش هنسمح لأعداءنا يفرحوا فينا مش قادرين على رجالنا فبينتقموا من أولادنا لم يضرف دمعة أمام الكاميرات عشان الإسرائيليين ما يشمتوش فيه معلش الحمد لله كلام ده كان له أثر ضخم في الشارع الغربي حتى على الصحفيين كتير بقول الصحفيين الصحفيين فطرتهم فسدة أصلا كل ده أدى إلى تغيير دعونهم يغيروا موقفهم من قضية فلسطين من دعم لا نهائي لموقف متسائل عن الحقيقة دعم لا نهائي للإسرائيل موقف بيتسائل عنه وإيه اللي بيحصل للفلسطينين طول عشرات السنين اللي فاتت مكناش حاسين بيهم ولا بمعاناتهم جن المسلمين شافوا الأباء والأمهات شالين أشلاء ولادهم الصغار في أكياس بلاستيك وراضين بقضاء الله وبيقولوا إن لله وإن إله راجعون سألوا نفسهم إيه مصدر كل هذا الإيمان ده اللي كان عاوزين يعرفوه ده اللي أثر فيهم هم ساجل الحلقة دي بعد ست أسابيع من بدء المجزرة الصهيونية على غزة اللي راح فيها خمستاشر ألف شهيد تقريباً وده غير المفقودين تحت الركام منهم على الأقل خمس تلاف إلى ست تلاف طفل وخمس تلاف امرأة وشعب غزة صابر أكد أجزم إن عدد من أسلمه حول العالم بسبب إيمان وصبر شعب غزة يفوق بكثير عدد شهداءهم في اليومين اللي فاتوا فقط أنا لقنت الشهادة الاتنين ما عملتش معهم أي مجود واحدة منهم موديل سويدية والتانية روسية الموديل دي كانت بتستغلوا صفحيتها للإعلان عن شركات جوتشي ومش عارب إيه وكام ده كل بقى لأ شهر ونص ما بتنشرش أي حاجة إلا عن فلسطين وأطفال فلسطين وبقت ناشطة في تنظيم المظاهرات الداعمة لفلسطين وبتحث الناس للنزول كل يوم وعلى المؤطعة على إنستجرام عمل لصفحتها حجب وعقوبات ومنع تعليقات طبعاً موجة اعتناق الإسلام دي فيها عيب وهو إن بعضهم أسلامه نتيجة الشعور التعاطف مع المظلوم معنى ذلك إن إسلامهم نابع من عاطفة ومشاعر جياشة وده عيبه إنه مع الوقت المشاعر بتهدأ وبتخفض فإحنا مش عاوزين الإسلام يرتبط بشيء بيخفض لذلك قررنا في مؤسس الجسور نعملهم درس كل أسبوع يحضروا بحيث يتعلموا دينهم بشكل علمي منظم يعرفوا أقسام الإيمان أركان الإسلام يتعلموا الصلاة نوزع عليهم ترجمة جسور للقراءات العشر وفي مجموعة أخرى طبعاً أسلمت بعد ما اشترت ترجمة القرآن وقراءته ودول اللي أنا سعي بيهم أكتر الحقيقة لأنهم تدبروا القرآن قبل اتخاذ القرار باعتناق الإسلام جيل الشباب خاصة اكتشفوا أن كل ما كانوا يسمعوا عن الإسلام كان أكاذيب ففخدوا الثقة في الإعلام الرسمي والعجيب أن النسبة كبيرة من هؤلاء من خلفها يهودية اليهودي عقدته أقرب للإسلام من أي دين آخر لكن كل ما ينقصه هو التخلص من الجانب العنصري المتأصل في دينه إزاي؟ الدين عندهم قائم على العنصرية أصلاً دا اللي الإسلام بيقوم من أول لحظة تبقى لليهودية بعد توفن نوح مات معظم الناس معظم المؤمنين كمان ولم يتكاثروا وأصبح الناس كلها من ناس لأبناء نوح فقط سام وحام ويافث حام أبو السمر الأفرقة القبط إلى آخره يافث أبو البيض اليونان الروم أوروبا سام هو المهم لأنه هو اللي من أسله سيدنا إبراهيم وبالتالي بني إسماعيل وبني إسرائيل إذن أبناء سام هم المميزين دي أول درجة من درجاته العنصرية اللي الإسلام بيهدمها بيهدمها بإيه؟ بلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر يعني أبيض على أسود إلا بالتقوى وهدمها بإيه كمان؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم تعالى بقى لتاني درجة من درجاته العنصرية في أبناء سام نفسه يعني الساميين اللي هم من ناس لإبراهيم بقى إبراهيم كان عنده ولدين إسحق وإسماعيل تبقى للرواية اليهودية إسحق ابن سارة ست البيت وإسماعيل ابن هاجر الجارية الإبطية اللي هي حتى مش سامية خليها إبطية يعني من أبناء حام يبقى إسماعيل مش سامي مية في المية وبعدين سارة خلفت آسف جابت إسحق وخافت على إسحق ابنها من التأثير السيء بتاع إسماعيل عليه خافت على أخلاق إسحق ده كلام الحكمات فقالت لسيدنا إبراهيم خد الجارية وابنها ورميهم في أي مكان بعيد فأخدهم وتركهم في الصحرة يعني كأنه بيقتل زوجته وابنه بأوامر من زوجته الأولى بعد ما إسماعيل كبر تزوج مصرية يعني قبطية زي أمه من ناس لحام مش سامي مش سامها وجاب منها 12 ولد دول ذرية إسماعيل إذن ذرية إسماعيل مش ساميين مش ساميين بيورع زي بني إسرائيل الدم بتاعهم مش نقي اللي خلى إسماعيل سامي بنسبة 50% عشان أمه مش سامية وكمان بقى أولاده أمهم مش سامية يعني بقى ما فيش فيهم 25% ساميين كل هذه العنصرية متأصلة في الديانة اليهودية الإسلام هدم كل ده بكلمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم أنا حكيت لكم قبل كده إن سيدنا بلال بن رباح مؤذن الرسول كان متزوج من هالة بنت عوف أخت الملياردير الكبير عبد الرحمن بن عوف أغنى أغنية المسلمين اللي القفلة بتاعته كانت لما تدخل المدينة شايلة البضاعة اللي مستوردة من الشام كانت المدينة تترج الناس تشعر نفيه زلزال 700 بعير محملة بالبضائع بلال أولا مش عربي بل حبش مش أبيض بل أسود ما كانش حر بل كان عبد في شبابه إلاء أسلم تزوج من واحدة عربية وأخت أغنى أغنياء الجزيرة العربية وقراشية ونسبها يلتقي بالنبي في الجد السادس دا لأن العقيدة ما كانتش حبرة على ورق كانت شيء بيطبق في حياتهم دا اللي الناس شافته في غزة الدين بيطبق نرجع بقى لعنصرية الأديان المحرفة هذه العقيدة العنصرية الفاسدة نتج عنها علوم اجتماعية فاسدة علماء أنثروبولوجي بيسموها علوم الإنسانيات يعني اعتبروا الشعوب اللي بتصطاد وبترعة شعوب غير متحضرة والشعوب الأخرى هي المتحضرة بالتالي أباحوا لنفسهم أنهم يقضوا ويبيدوا هذه الشعوب يعني سكان أمريكا واستراليا الأصليين يجب إبادتهم المنظر الكبير للغرب هو بيرنرد لويس اعتبر العرب والترك من نفسها دي النوعية اللي ممكن تباد وضمارهم مستريح الديمقراطية مهمة والانتخابات لازم تكون نازيها عندهم بس لكن الديمقراطية علينا احنا حرام والانتخابات ممكن تبقى فسدة ويستاعدوا الأنظمة الفسدة الظالمة في تزوير الانتخابات طالما دا هيفدهم هم كل هذا النفاق بنيت عليه علوم اجتماعية بتدرس علوم فسدة جي طوفان الأقصى وكان هو القشة اللي قسم الظهر البعير هو اللي فضح فساد كل هذه العلوم اللي بيسموه علوم إنسانية كثير من الأوروبيين النهاردة فاؤوا وأدركوا أنهم عايشين في كذبة كبيرة كذبت أنهم أكثر تحضرة من غيرهم مش صحيح واللي صحاهم وفوأهم هو صبر وصلابة الإنسان الفلسطيني فأدركوا أنه ممكن الفقير يكون أرقى من الغني ويكون أكثر تحضرة من الغني اللي فوأهم وصحاهم هو التوحيد الفلسطينيين اللي لم يلجأوا إلا لله لم يطلبوا المساعدة إلا من الله لم يخافوا إلا من الله لم يضعوا أملهم إلا في الله من أول يوم صهر فيه الملثم أبو عبيدة سخر من كل الأنظمة العربية والجيوش العربية لما ذكرهم بواجبهم اللي المفروض يقوموا بيه وقال لا سمح الله يعني قال إننا لا نطالبكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة بتحريك جيوشكم والدباباتكم لا سمح الله بيسخر منهم طيب أنت مش ممكن تكون بسخريتك دي بتضيع فرصة إن حد منهم كان هيتحرك ويساعدك فكلمتك دي تستفزه فما يساعدكش مش فارق معاه لأنه يعلم أن الناصر من الله وحده هذا توحيد حقيقي مش كلام في كتب ولا حبر على ورقة الفلسطينيين كفروا بالأمم المتحدة كفروا بالولايات المتحدة كفروا بالاتحاد الأوروبي كفروا بالجامعة العربية كفروا بكل شيء وأمنوا بالله وحده ده حررهم روحيا وعقليا صحيح لسه محاصرين بدبابات وطيارات لكن روحيا وعقليا أحرار ثم شاهدهم العالم اللي مش محاصر بدبابات وطيارات لكنه محاصر ومحتل فكريا وعقليا فهم بدأوا يحرروا العالم الفلسطينيين بدأوا يحرروا عقول الناس في ست قارات من الاستغفال والشرك والمادية والاستسلام للعبودية لذلك أنا لما عملت حلقة من أربع سنوات اسمها هل سنحرر فلسطين وقلت إن فاقد الشيء لا يعطيه بالتالي إحنا لن نحرر فلسطين إحنا نفسنا مش أحرار فكيف نوعك الحرية؟ الناس زعلت مني ولموني بس دا دينهم لم يسمعوا باقي الحلقة أنا قلت فلسطين هي التي ستحررنا كنت وقتها قصنا ستحرر المسلمين ما كنتش أتخيل إنها ستحرر غير مسلمين أيضاً اللي حصل هو إن أمريكان وأوروبيين يعني السكان الغربيين في كل الدول الغربية أذهلهم هذا التوحيد الفعلي العملي وليس كلام على ورق ويكون غير قابل للتطبيق ما الأديان كلها بتقول كلام جميل لكن مين بينفذ هذا؟ راحوا اشتروا ترجمات القرآن وقرأوا عشان يشوفوا الكتاب اللي طول عمرهم بيسمعوا عنه إن كل شرور هو فيه إيه بالضبط؟ بيغير الناس كده إزاي؟ وكانت النتيجة إن آلاف أسلموا وأعلنوا إسلامهم على الإنترنت عشرات منهم أعلنوا أو بئات منهم أعلنوا إسلامهم على الإنترنت لكن العدد الحقيقي أكثر بكثير معظم الناس في الغرب بتعتبر مسألة التدين مسألة شخصية جداً ولا تعلنوا الناس لا تعلن الإسلام أو الدين عموماً أنا أسأل الله إنه يجعل هداية هؤلاء الناس في صحيفة شهداء فلسطين وفي صحيفة أهلهم الصابرين المرابطين والسلام عليكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديو ولايك أو ديسلايك لو ما عجبكوش لديه بيونشر المخطر بتاعتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر